السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين وعنوان هذه الحلقة الحج فضائل وثمرات الحج فضائل وثمرات أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم حج بيته الحرام إنه ولي ذلك ومولاه عباد الله تتوجه قلوب الناس وأفئدتهم وأرواحهم في هذه الأيام إلى مكة المكرمة إلى البلد الأمين إلى البلد المقدس وقد بدأت بالفعل الوفود والأفواج تتوافد على مكة المكرمة من أجل أداء العمرة والاستعداد لأداء فريضة الحج فاللهم تقبل منهم جميعاً واكتبنا معهم برحمتك يا رحمن يا رحيم ما هو الحج؟ وما هو حكم الحج؟ وما هي فضائل وثمرات الحج؟ ثلاثة أسئلة سنجيب عنها تفصيلاً في هذه الدقائق المباركات إن شاء الله عز وجل الحج لغة معناه القصد يقال حجشته يعني قصدته مرة من بعد مرة والله عز وجل جعل أفئدة المؤمنين تهوي إلى بيته الحرام وجعل البيت مثابة للناس مثابة من الثواب والثواب معناه الرجوع ذلك لأن من حج مخلصاً لله تمنى أن يثوب يعني يرجع إلى بيت الله مرة ومرة ومرات فاللهم لا تقطعنا أبداً عن الحرمين الحج لغة معناه القصد واصطلاحاً هو قصد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منا وعرفات ومزدلفة هو قصد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في زمن مخصوص من شخص مخصوص لأداء عبادات مخصوصة بكيفية مخصوصة هذا هو الحج اصطلاحاً هذا هو الحج شرعاً هو قصد مكة المكرمة من أجل الطواف بالبيت والسعي بين الصفة والمروة والمشاعر المقدسة منا وعرفات ومزدلفة من أجل المبيت في منا في يوم التروية والوقوف بعرفة في يوم عرفة والمبيت بمزدلفة في ليلة النحر ورمي جمرة العقبة الكبرى في منا في اليوم العاشر في يوم النحر وذبح الهدي ثم طواف الإفاضة ثم العودة إلى منا من أجل المبيت ليومين أو ثلاث لرمي الجمرات في كل يوم ومن أراد أن يتعجل في يومين فلا إثم عليه ومن أراد أن يتأخر إلى ثالث يوم فلا إثم عليه فالحج هو قصد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في زمن مخصوص قال ربنا الحج أشهر معلومات شوال ذي القعدة ذي الحجة يعني من صافر في غير هذه الأشهر وأتى بكل أعمال الحجاج فحجه باطل لأنه أدى الحج في غير زمانه الحج له زمن مخصوص شوال ذي القعدة ذي الحجة فمن أراد أن يتمتع أتى بعمره في هذه الأشهر وانتظر إلى اليوم الثامن إلى يوم التروية وخرج فيه إلى منا ليؤدي مناسك الحج عمليا إبه في زمن مخصوص ومن شخص مخصوص مسلم مكلف عاقل بالغ حر مستطيع ويضاف لهذه الشروط إذا كان الحاج امرأة أن يكون معها محرم كما قال جماهير أهل العلم إبه الحج معنائي مسلمين معناه اصطلاحا قصد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في زمن مخصوص من شخص مخصوص لأداء عبادات مخصوصة بكيفية مخصوصة عبادات لا تؤدى إلا في مكة والمشاعر المقدسة من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة هل يجوز لك أن تأتي بعبادة الطواف إلا من حول الكعبة؟ أو بين الصفا والمروة؟ ما هو السعي يتسمى الطواف برضو لا يجوز الطواف عبادة ما تنبغي إلا حول الكعبة لقول ربنا في قرآنه وليتطوفوا بالبيت العتيق أمال الناس اللي بتطوف ببعض الأضرحة يطوفون فعلا وتسمع بعض السزج يقول هناك اسعى ويسفق يسعى فين يا جهول الطواف عبادة لا تكون إلا حول الكعبة أو بين الصفا والمروة السعي سمي في القرآن بينهما طواف إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يتطوف به ببعض يبقى الحج قصد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في زمن مخصوص من شخص مخصوص لأداء عبادات مخصوصة لا تؤدى إلا هناك هو في عرفة غير هناك وفي ميناء إلا في المشاعر في مزدلفة إلا هناك من أجل أداء عبادات مخصوصة بكيفية مخصوصة هذا هو الحج لغة وهذا هو الحج استلاحاً وما حكم الحج؟ الحج واجب على كل مسلم مكلف يعني أبالغ عاقل حر مستطيع في العمر مرة واحدة دل على هذا القرآن وصحيح السنة وإجماع الأمة أما القرآن فقد قال ربنا الرحمن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يجوز أن تقول حج ويجوز أن تقول حج أنا أتكلم في غير الآية أتكلم لغة حج أو حج والفتح أشهر فتح الحاء أشهر من كسرها والآية قال ربنا فيها ولله على الناس حج وهناك قراءة حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالقرآن أوجب علينا الحج على من؟ على المسلم البالغ العاقل المكلف يعني الحر المستطيع لو كان الحاج امرأة لازم يكون معها محرم والسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان الرواية التي معي الآن قدم النبي فيها الحج على الصوم وهناك روايات أخرى شهيرة كما جاء في حديث جبريل قدم النبي فيها الصوم وختم بالحج لكنه ركن من أركان الإسلام الخمسة وفريضة عظيمة من فرائد الدين وواجب كبير من الأمور التي أوجبها الله عز وجل على المسلمين فالحج واجب على كل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل مستطيع حر في العمر مرة واحدة وإن كان الحاج امرأة يضاف شرط آخر ألا وهو وجود المحرم الحج واجب في العمر مرة يعني مش كل عام ولا كل خمس سنوات ولا كل عشر سنوات وهذا من رحمة الله ومن يسر الشريعة تصور لو أن الله فرض علينا الحج في كل عام مرة لتخلف مئات الملايين من المسلمين وضيعوا هذه الفريضة لو فرضها علينا في كل خمس سنوات مرة لتخلف عنها مئات الملايين من المسلمين ولا ضيعوها لكن ربنا رحمن رحيم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والقضية خد بالك مش قضية فلوس ولا قضية فلوس وصحة ولا قضية فلوس وصحة وتيسير أمور لا أنا دايما بقول تصطفاء من ربنا دايما بقول التأشير تجي من عندي ملك الملوك والله العظيم كم من أناس وصلوا معنا إلى مطار جدة ثم عادوا من هناك في الحج وفي العمرة ناس أعرفهم شخصيا القضية قضية اصطفاء من ربنا تيسير من ربنا وإلا فقد وقعت كورونا فحرم الغني والفقير وحرم المسؤول وحرم الدهماء حرم الكل فدي منحى من عند ربنا رحلة المغفرة رحلة التوبة رحلة الرحمة فاللهم اجعلنا دائما من المرحومين ولا تجعلنا أبدا من المحرومين برحمتك يا رحمن يا رحيم الحج واجب على المسلم المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة دل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحجة فحجوا كتب يعني إيه فرض وهو ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب يعني إيه فرض إن الله قد كتب عليكم الحجة فحجوا 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 فعل أمر يفيد الوجوب فحجوا فقام رجل وقال أفي كل عام يا رسول الله هناك روايات تقول أن السائل هو سيدنا الأقرع بن حابس من الصحابة أفي كل عام يا رسول الله فسكت ولم يجب فقام للمرة الثانية أو قام غيره يسأل نفس السؤال أفي كل عام يا رسول الله فسكت ولم يجب فقام يسأل للمرة الثالثة أو قام ثالث يكرر نفس سؤال الأولين أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فالحج حكمه واجب واجب بالقرآن واجب بصحيح السنة في العمر مرة واحدة على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ولو كان الحاج امرأة أن يكون معها محرم واجب بالقرآن والسنة وبإجماع الأمة حضرتك لو سألت مسلم من الهند أو مسلم من الصين أو مسلم من السودان أو مسلم من العراق أو مسلم من الحجاز أو مسلم من أمريكا أو مسلم من استراليا أي مسلم في أي بقعة على وجه الأرض قل له يا ابني هو في في دينكم الإسلام حاجة اسمها حج بيت الله الحرام لقال لك الجميع أجل ده الحج ده ركن من أركان الإسلام الخمسة أنت رايح فين؟ ده ربنا فرضوا بالقرآن وفرضوا بالسنة يا رجل ده عندنا صورة الحج يا وهكذا ولذلك قال أهل العلم من أنكر الحج وجحده فقد كفر لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا هو الحج لغة وهذا هو الحج استلاحا وهذا هو حكم الحج طيب الحج واجب ما اختلفناش على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع في العمر مرة ما اختلفناش لكن هل هو واجب على الفور أم على الطراخي؟ يعني من ملك تكاليف الرحلة السنادي وتلكأ للتي بعدها أو بعد بعدها يبقى محسن ولا مسيء مصيب ولا آثم مذنب تصور قال جماهير أهل العلم الأممين أبو حنيفة أحمد بن حنبل الإمام مالك ومنح نحوهم قال جماهير أهل العلم ومنهم إلى أئمة الثلاث إن الحج واجب على الفور فمن ملك تكاليف الرحلة وتلكأ فهو آثم مسيء ظالم لنفسه إيه الدليل؟ القرآن قال ربنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل وأنت مستطيع وتتلكأ وتماطل إيه تاني؟ قال السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحجة فحجوا فحجوا دي فعل أمر والأصل في فعل الأمر أنه يفيد الوجوب والفورية إلا إذا صرفه صارف يعني أنت بتاكل كده وبعدين زورت فقلت لابنك نولني كباية مية أم جابها لك بعد ساعة يبقى الولد ده أصاب ولا أخطأ أحسن ولا أساء هتلطشه على وشه بقولك نولني كباية مية جايبها بعد ساعة فالأصل في فعل الأمر أنه يفيد الوجوب والفورية ما لم يصرفه صارف إلى الندب وإلى الطراخ قالوا ولا صارف إيه كمان؟ ألو الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد الحج فليتعجل رواه الترمذي والحقيقة حديث ضعيف إيه كمان؟ ألو الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني من تيسر له دابة تبلغه البيت يعني ربنا يصل السبيل التكاليف المالية التي تبلغه البيت ليؤدي فريضة الحج ثم لم يفعل فليمت إذا شاء يهوديا أو نصرانيا أو كما قال رسول الله برضو الحديث ده في الحقيقة ضعيف لكن قول جماهير أهل العلم أن الحج واجب على المستطيع على الفور ومن تلكأ وماطل فقد أثم بينما ذهب سيدنا الشافعي ومحمد بن الحسن من الأحناف ومنح نحوهما على أن الحج واجب نعم لكن على الطراخ لا على الفور بشرط أن تعزم على أنك ستحد يعني أنا معي فلوس والدنيا ميصورة أحج السناد بس أنا قلت أحج بعد سنتين سيدنا الشافعي سيدنا محمد بن الحسن من الأحناف ومن نحى نحوهما قال لا إثم عليك والأولى أن تبادر والأولى أن تتعجل في كل أمور الآخرة يا أخي في أمور الدنيا تروى التؤد خير في كل أمر إلا في أمر الآخرة هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور آخرة اجري ربنا قال وسارعوا إلى مغفرة وقال وسابقوا إلى مغفرة وقال فاستبقوا الخيرات ومدح زكريا النبي وأهله فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أيات كثيرة تحمل هذا المعنى في أمور الدنيا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ووالله العظيم لو أننا نكدح وننصب للآخرة عشر معشار كدحنا ونصبنا على الدنيا لربما صافحتنا الملائكة بأياديها على فرشنا وفي طرقاتنا لكن المصيبة إن أمر الدنيا والله صار أعظم في قلوب ملايين الناس من أمر الآخرة وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم توب علينا حتى نتوب طب الشفعي ومحمد بن الحسن ومن قال إن الحج واجب على الطراخي هل عندهم أدلة؟ قالوا طبعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العام الثامن من الهجرة بينما لم يحج إلا في العام العاشر من الهجرة ولم يمنعه كما ذكرت كتب السير في هذه الأثناء مرض ولا غزو ولا جهاد ففهم أن الحج واجب على الطراخي لا على الفور وأنا أقول بقول سيدنا الشافعي وبقول سيدنا محمد بن الحسن ومنح نحوهما لقوة الدليل الذي معهما طيب هذا هو الحج لغة واصطلاحا وهذا هو حكم الحج وهذا تفصيل حكم الحج ما هي فضائل الحج؟ ما هي ثمرات الحج؟ الثمرة الأولى غفران الذنوب المتقدمة روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه الله أكبر من حج لله يعني مخلصا فلا رياء ولا سمعة من حج لله فلم يرفث قال ابن حجر الرفث يعني الجماع ويطلق على التعريض بالجماع ويطلق على الفحش من القول فلم يرفث لا جامع زكت كانت معاه ولا حتى كلمها في هذا الموضوع ولا سمع راجل ولا امرأة كلاما فاحشا من حج فلم يرفث ولم يفسق يعني لم يأتي بسيئة ولا معصية راجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب والسؤال وهل يغفر الحج كل الذنوب قال الحافظ ابن حجر ظاهر الحديث يشمل الصغائر والكبائر والتبعات وقال بهذا القرطبي والقاضي عياض والمناوي نربع أئمة الكبار دول قالوا الحج يغفر ربنا به الصغائر والكبائر والتبعات بينما قال الإمام الطباري هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب منها وعجز عن الوفاء لأن أكثر أهل العلم يقولون الحج لا يغفر به مظالم العباد أنت سرقتني وحجيت أتلت واحد وحجيت زنيت وحجيت شهدت شهدت زور ودت واحد السجن ورحت حج طب فين رد المظالم قال الطباري الحج يغفر ربنا به حتى المظالم التي تاب صاحبها منها وعجز عن الوفاء فيها يعني سرق سريئ وتاب وناوي سدد وما عندهش فلوس يسدد الوقت مات دون السداد ربنا يرضي عنه خصمة ويعوضه في الآخرة يبقى أول كرامة أول فضيلة للحج غفران الذنوب المتقدمة يدل على هذا ما رواه مسلم أيضا من حديث عمر بن العاص قال رضي الله عنه لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطت يدي وبسط يده ثم قبضتها فقال ما لك يا عمر بعد ما حطت إيدك في إيد النبي تسحبها ليه ما لك يا عمر قال أبايعك يا رسول الله على أن أشترط قال تشترط على ماذا؟ قال أن يغفر لي ما قد سلف لأنك اللي جرائم وموبقات ومصائب وغدارات إيش ضمن يموت بكرة؟ فترجح كفة السيئات على الحسنات فأهلك أنا عايز أبدأ من جديد يغفر لي ما قد سلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله فأول فضيلة وثمرة كبيرة للحج غفران الذنوب المتقدمة كأنك تولد من جديد رجع كيوم ولدته أمه الثمر الثاني الفوز بالجنة روى الشيقان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الله أكبر العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لا تسمعوا لكلام المخذلين الذين يقولون لقمة في فم جائع أفضل من بناء ألف جامع الطواف ببيوت الفقراء أفضل من الطواف بالكعبة لا تسمعوا لهؤلاء السفهاء الذين يخذلونكم عن هذه الطاعات ولا يقولون نفس الكلام في شأن مئات الملايين التي تنفق على الشواطئ والمقاهي والسجائر والمخدرات والسهرات وفي الكيريسمس وفي عيد الحب لماذا لا يقولون هذا الكلام؟ ليه بتخذنوا الناس عن العمرة والحج؟ مئات الملايين تنفق سنوياً على السجائر على المقاهي على التمثليات على الأفلام على الشواطئ على التفاهات على بعض المحرمات نسمعش أحد يقولي الكلام ده ليه؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة مبرور يعني إيه؟ ربنا يقابل عملك في الحج إن كان صالحاً إن كنت فيه للنبي متابعاً إن حججت بنفقة طيبة مخلصاً لله ربنا يقابل التعب ده بالبر فيعطيك الجنة ويغفر لك الذنوب أو حج مبرور يعني الحاج يقوم بأعمال البر في الحج والبر حسن الخلق كما قال رسول الله شوف خد بالك مطلوب منك أيها الحاج أن يحسن خلقك ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق يا أخواننا في كلمتين ونص كفوا الأذى وبذلوا النادى خلصنا؟ إيه تفسير حسن الخلق؟ بذلوا النادى وكفوا الأذى مش مطلوب منك يا عم الحج وإنت بتحج إنك تبذل النادى تساعد الناس يعني وتكف الأذى بس لا مطلوب منك تكف الأذى وتتحمل الأذى ناس من شعوب مختلفة طلعين من بيئات مختلفة يقيناً هتجد أشياء ربما يضيق بها صدرك تصرف من واحد يزغدك يزؤك يتكلم بطريقة وحشة مش عارف إيه صدرك يضيق تحمل ده ابتلاء ربنا ابتلك بيه والأجر عظيم فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه نعم ثالثاً من ثمرات الحج الكبيرة العطق من النار روى مسلم في صحيحه عن أمنا الصديقة عائشة قالت قال رسول الله ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة إنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة أكتر يوم يا مسلمين ربنا بيعتق فيه المسلمين من النار يوم عرفة أكتر يوم في السنة كلها لله فيه عتقاء من النار يوم عرفة وربنا يدن ينزل للسماء الدنيا ويباهي بالواقفين على عرفة من المؤمنين الصادقين يباهي بهم الملائكة هؤلاء عبادي أتوني شعثاً غبراً من كل فج عميق يعني من كل بلد بعيد يرجون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم والله لو سمعها أهل الموقف لماتوا من شدة الفرح العتق من النار أربعة من ثمرات الحج غفران الذنوب ونفي الفقر روى أحمد والترمذي والحديث حسن صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير يعني نار الحداد أو الصائغ خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة شوف عمر اللي يتاجر مع ربنا ما يفتقر عمر اللي بيتابع من الحج والعمرة والزكاة والصدقة وكفالة الأيتام والتيسير على الفقراء ما يفتقر ليه أولئك يرجون تجارة لن تبور شوف خبث الحديد الذنوب وإن عظمت والفقر مهما اشتد ينفي المتابعة بين الحج والعمرة والحج أفضل عمل من أعمال الإيمان روى السيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيله قيل ثم ماذا قال حج مبرور والله والنبي هنا قدم الجهاد على الحج مع أن الحج ركن من أركان الإسلام قال المناوي ذلك لعموم نفع الجهاد على الحج والعمل كلما تعدى نفعه كلما عظم أجره الحج جهاد روى البخاري عن عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور فالنبي سمى الحج جهاد الحج جهاد الضعفاء وجهاد النساء روى الطبراني في الكبير وصححه الألباني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله فقال إني جبان وإني ضعيف فقال له رسول الله هلم إلى جهاد لا شوكة في الحج نعم إن نفق في الحج نفق في سبيل الله روى أحمد في مسناده والبيهقي في السنن وصحه الصيوطي والحديث إسناده حسن عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعماء الضعف كل ريال هتنفق في الحج كل جنيه هتنفق عشان تحج ربنا يكفأك عليه بسبعمائة حسنة ويضاعف ربنا لمن يشاء ويدل على هذا إن النفقة في الحج كالنفقة في الجهاد قول ربنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله جاءت بعدها فالنفقة بالحج تدخل في جملة النفقة في سبيل الله وروى البخاري تعليقا وخرجه أهل المسانيد والسنن أن بعض الصحابة جعل بعيره في سبيل الله عند جمل وهب للمجاهدين في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج علي فقال لها النبي حجي علي فإن الحج في سبيل الله بل ذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن هذا من أدلة من قال إن الحج يصرف فيه للفقراء العاجزين عن الحج سهم في سبيل الله من أسهم الزكاة ليحجوا الله أكبر تدرون من المحروم عن أبي سعيد يرفعه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة ينضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم خرجه أبو يعلى وابن حبان وصححه شعيب الأرنؤوت وصححه الألبان وإن كان ضعفه غيره قال ابن المنذر كان الحسن يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ فيقول يجب على المؤمن الصحيح أن لا يترك الحج خمس سنين قال المناوي ومعنى إنه لمحروم أي محروم من هذا الخير من مجيد الثواب ومن عظيم المغفرة والحجاج والعمار وفد الله الله على الحديث ده أخرج ابن ماجا وابن حبان وصححه الألباني في الجامع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم الله شوف كيف تكرم الملوك الوفودة شوف لما ملك ولا رئيس يبعث لك قطاب يطلب منك أن تفد إليه شوف الملك يكرمك إزاي الوزير الأمير الغني كل يكرم على طاقته الحاج والمعتمر وفد الله أكرام الأكرمين وإكرام الله للحجاج وللمعتمرين لا يبدأ بعد وصولهم إلى بيته بل يبادرهم بالإكرام مع أول خطوة يخطونها في طريقهم إلى بيت الله الحرام اسمع الحديث العاجب ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحاج أو المعتمر كل قدم يرفعها وكل قدم يضعها مع كل خطوة يكتب له بها حسنة أو يمحى عنه بها سيئة أو يرفع بها درجة في الجنة الحجاج وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم والحجاج في ضمان الله وبه أختم روى أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ثلاثة في ضمان الله عز وجل يعني في رعايته وفي حفظه رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله ورجل خرج غازيا في سبيل الله ورجل خرج حاجا في ضمان ربنا يعني في حفظه وفي رعايته ومن وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد يا عباد الله كل أحد تيصر له السبيل إلى حج بيت الله الحرام فليعجل ليفوز بهذه الفضائل والثمرات والكرامات ليفوز بمغفرة يغفر ربنا بها كل الذنوب فيولد من جديد ويعتق من النار فإن كان حجه مبرور فاز بالجنة كل هذه الفضائل والكرامات والثمرات إن شاء الله يقطفها حجاج بيت الله الحرام الذين خرجوا لله بنفقة حلال يؤدون كما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ومعهم في كل عام بكرمه وجوده إنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهو ولي ذلك ومولاه والقادر عليه بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته